أسئلة بتخطر على بادي أين ذهب الأولون النمرود ملك بابل حكم بابل أكتر من ربمائة سنة قال لسيدنا إبراهيم عليه السلام أنا أحي وأميت فأين ذهب الآن وذاك فرعون تكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى فأين هو الآن وفين نلاقي كارون وأموال كارون فين أبو جهل وأبو لهب طيب فين هتلر وموسوليني فين راحوا كل الناس دي كل الناس دي أصبحت في خبر كان وإحنا كمان لازم نستعد قبل ما نصبح في خبر كان فكل لا محالة إلى زوال حدثنا مستمر عن بني إسرائيل قال الله تعالى وَاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وبعد كده ذكر لينا صفات الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يوقنون ويستيقنون بأنهم ملاقوا ربهم عز وجل بعد الموت وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للجزاء والحساب أكتر ما يميز اللغة العربية بأنها لغة جمال وتذوق وغالبا ده بيعمل مشكلة لما نعمل ترجمة حرفية للكرآن وبيدي معنى مخالف تماما للحقيقة خلونا نجرب نعمل كوبي وبيست للآية الكريمة ونحطها في جوجل ترانسليتور ونشوف المعنى بتاعها يمكن يكون المعنى الحرفي صح لكن الظن عند العرب يأتي على سبيل الشك واليقين وبكده يكون المعنى المقصود في الآية الكريمة ذوث هو أر سيرتين على يقين أو مستيقنون سامع واحد بيقول لي أنا مش فاهم من فضلك وضح لأكتر درجات التحقق من الأشياء خمسة الوهم الشك الظن علم اليقين عين اليقين أضعف درجة هي الوهم وبعد كده الشك اللي هو عبارة عن حيرة بين أمرين دون ترجيح والظن بقى هو حيرة بين أمرين مع وجود ترجيح لأمر على الآخر وعلم اليقين هو العلم الذي لا شك فيه وعين اليقين كأنك بتقول على عينك يتاجد بالمعينة خلونا نشوف شوية أمثلة عن الظن بمعنى اليقين خلونا ناخد مثال من القرآن الكريم أهل اليمين جعلنا الله منهم قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية والظن هنا معناها اليقين وفي مثال تاني قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة صرفنا الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وده يخلينا نستعد جدا للقاء ده ونعمله ألف 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 حساب قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه من الغباء النحطاط لأمور دنيوية لا تساوي شيء ونطرق يوم الحساب لو تأملت كويس في كلمة راجعون هتلاقي إن معناها إن إحنا مكاننا الأصلي مش هنا إحنا في مكان استثنائي على الأرض وبعد كده هنرجع للمكان الأصلي اللي هو الجنة إن شاء الله ونخلي بالنا إن الرجوع ده مش اختياري ده إجباري اللهم أحسن رجوعنا إليك جزاكم الله خيرا